نعم طيب بالنسبة للجبهة الشمالية كان هناك قصف إسرائيلي لما نظرت مختلفة في جنوب لبنان حزب الله أعلن عن مقتل مجموعة من مقاتلة وكذلك كان هناك اطلاق للصواريخ من قبل المقاومة اللبنانية باتجاه إسرائيل حصيلت ما حدث هذا اليوم على هذا الصعيد في الجبهة الشمالية أيضا عاد روتين الحرب إلى الجبهة الشمالية لإسرائيل بدر كان هناك على الأقل خمس عمليات نفذها حزب الله على الحدود استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي بدأت هذه العمليات عند ساعات العصر بإطلاق جسم اضطرت إسرائيل لاعتراضه سمته هدفا جويا مشبوها وقالت إنه عبر أجواءها واعترضته لتتلاحق صفرات الإنذار التي دوت في ماركليوت دوت في كريات شمونة دوت في رأس النقورة في أكثر من موقع في الجليل الأعلى وأيضا إصبع الجليل اعترضت إسرائيل من خلال مقاتلاتها ودفاعاتها الجوية صاروخين في كريات شمونة وقالت إنها تقصف مصادر النيران وتهاجم مصادر النيران في جنوب لبنان وأعلنت أنها استهدفت بناء تحتية عسكرية لحزب الله وهذا ما يأتي عادة بعد أي عمليات تنفذ على الحدود إسرائيل حتى اللحظة لم تحسم ولم تجزم كيف ستتعامل مع حزب الله وكيف ستعيد الأمان لمئات الألاف من سكان المواقع الشمالية لإسرائيل إعاز الجيش وتوصية الجيش الإسرائيلي أن خطة الدفاع التي تتبعها إسرائيل في الجبهة الشمالية لن تحسم الحرب ولن تعيد الأمان ولن تعيد السكان أصلا إلى مواقعهم نذكر هنا إلى أن أكثر من ستين ألف إسرائيلي تركوا ونزحوا عن منازلهم في مناطق الشمال إسرائيل هربا من عمليات حزب الله وهربا من قوة الردوان تقرير عسكري ليدعوت أحرنوت للمراسل الشؤون العسكرية في يدعوت أحرنوت يوقف زيتون الذي قال أن حزب الله عمليا أطلق أكثر من ألف صاروخ مختلف ومئات الصواريخ المضادة للدروع منذ بدء العمليات على الحدود الشمالية والتي بدأت منذ الثامن من أكتوبر ركز على تحدي ومعضلة تواجه الجيش الإسرائيلي هو لا يستطيع تحديد المسيرات المهاجمة التي تستهدف أجواءه الإسرائيلية ولذلك تكررت الإنذارات الخاطئة في المناطق الشمالية وأخرها كان هذا المساء في معلو الترشيحة في الجليل الأعلى عندما دوت صفرات الإنذار وعاد الجيش وقال أن هذا إنذار خاطئ المسيرات الصغيرة والمسيرات التي تحلق على علوم وخفض لا ينجح الجيش الإسرائيلي بتشخيصها لذلك تدوي صفرات الإنذار أكثر من مرة وفي النهاية تكون هذه إنذارات خاطئة من أجل التعامل مع هذا التحدي كشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي أدخل وسائل تكنولوجية على أجهزة تكشف وتحدد هوية المسيرات التي تحلق في الأجواء الإسرائيلية عند الحدود من أجل التعامل مع هذه المعضلة عليت حال عمليات متواصلة تكررت هذا اليوم وبدأت هذا اليوم عمليا مع عودة ارتكاب المجازر من خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وكما شهدنا وعهدنا أن هذه الجبهة التي تعتبر أيضا كما ذكر أصحابها أنها جبهة مساندة كلما ارتفعت وطيرة القتل والمجازر المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة كلما ارتفع عدد ومنسوب التوتر عدد العمليات طبعا ومنسوب التوتر على الحدود الشمالية في أيام بدر كانت تنفذ أكثر من 20 عملية في يوم واحد وبالتالي طالما أن الحرب عادت طالما أن القصف عاد طالما أن استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة عاد بالتالي عاد روتين الحرب أيضا إلى الجبهة الشمالية ولكن هناك فوضى في إسرائيل وعدم يقين بكيف يتم التعامل مع حزب الله هناك على ما يبدو رغبة لدى إسرائيل من أجل الرد على حزب الله ولكن لا تستطيع هي الآن تريد أن تبقي الجبهة الرئيسية هي الحرب على قطاع غزة وعمليا تطمح بأن تبقى جبهة الشمال جبهة ثانوية مع العلم أن إسرائيل تدرك وتصف حزب الله بأنه عدو كبير أيضا يواجهها واضح جدا شكرا جزيلا لك كريستيري ناوي مراسلة التلفزيون العربي من القدس ترجمة نانسي قنقر